شكراً سيد رئيس أشكر السادة النواب المحترمين على طرحي من هذا السؤال اللي وفع حقاك يتذكر بهذه المناسبة ديال الصيف واللي كي يلامس واحد الموضوع مهم حقاك تعاني منه الغطاء الغابوي ديالنا واللي بطبيعة الحال تسألت عن الأسباب فهي من ناحية العلمية هي مرتبطة بالظروف المناخية مشكلة عام مرتبطة بالجفاف الهيكالي بضعف أو انقطاع تساقطات المطارية لفترات طويلة خصوصاً في الفترة ديال مايو أوكتوبر الشي اللي كييجعل الغابات معرضة لمخاطر الحرائق وهذا الأمر تدعى باش تكون واحد استراتيجية على المستوى المندوبية ديال المياه والغابات وكذلك اعتماد مخططات للتدخول على مستويات متعددة هذه المخططات أفضت إلى نتيجة إجمالية على أن هناك من خل المعطيات الميدانية في المساحات الغابوية المتضررة كان واحد النوع ديال التقلص ديال المساحات المتضررة من الحرائق خلال موسم 2015 حيث عرفت نسبة التقلص بنسبة 73% مقارنة مع معدل ديال 10 سنوات الماضية في المناطق المعرضة لهذه الآفاق خصوصاً بالمناطق الشمالية للملكة حيث تم تسجيل 425 حارق تضرر من جرائها 991 هكتار أي بمعدل جز فاصل 3 هكتار لكل حارق علماً أن 65% من هذه المساحات التي تحتها النيران مكونة فقط من أعشاب تنوية سيد الرئيس هذه المخططات ينبنيها على مراحل من تدخول فيها متدخيل التي تعاونها على احتواء هذه الحرائق سواء على مستوى مصارح ديال المندوبية أو على مستوى الضرك الملكي الوقاية المدنية القوات المسلحة الملكية القوات الملكية الجوية وقوات المساعدة بطبيعة حال في إطار التكامل الموجود بين هاتين المؤسسات وبناء على هذه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة يمكن أن نؤكد على دور المندوبية في توفير جهيزات الأساسية خصوصاً من خلال توفير دوريات وتكتف دوريات المراقبة شبكة من مئتون وخمسة وستين رجل للمراقبة أو من خلال صيانة ديال المسالك الغبوية أو الاقتناء ديال السيارة ديال التدخل السريع ستة وتتعين واحدة على السعيد الوطني وهذا يقي إخضاء الواحدة لبرنامج سنوي كذلك ديال التوعية والتحسيس ديال الساكنة المحلية وديال المرتدين ديال الغبا فيما يخص مكافحة الحريق أتمرت التدخلات عبر أربع سنوات يعني عبر أربع المستوات التي سبقت ذكرها كتم أولاً من خلال تعبئة فرق تدخل السريع ديال المندبية السمية المياه والغابة ومحاربة التصحور بعد ذلك كذلك مساهمة للوقاية المدنية والاستعانة عند الحاجة بالقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وطائرات توربو توروش تابعة الضرك الملكي وطائرات من نوع البومباردي والمجهزة خصيصاً طائرات مجهزة خصيصاً لمكافحات الحرائق أختم بأن هناك برنامج نظام معلومات استباقي من خلال توقع ديال مخاطر الحرائق يعتمد على خرائط تحديد المجالات الغباوية الأكثر تعرضاً لمخاطر الحرائق يتم ضبطه وتحيينه بتعاون مع موديلات الأرصاد الجوية الوطنية ممكن هذا البرنامج من تدبيل عن هذا الموضوع